على راحتك أوسي الصلاح إزاي ما تحبك؟ ولو إني كنت شافة فرصة ومططش عايزة أضيع من إيدي صباح الخير يا دكتور إزاي يا حضرتك؟ إزاي يا حضرتك كريم إيه يا عم صلاح؟ وأنا كل ماجن للدكتور أنا لقيك هنا؟ إنت برافق للدكتور ولا لعمتي؟ خلاص يا كريم الدكتور وفق يعمل عملية هنا وربينا يستر وملك زعلال ليه كده؟ وأنتم ملحقتوش تطلعوا تقشيرة فرنسا؟ لا تقشيرة بمئة ألف جنيه لتمن العملية للأسف لغاية مبارح بالليل ما لموش غير ستين ألف جنيه بس أنا عارفة عارفة بيحكي لي كل حاجة ثانية بثانية أونلاين معقولة؟ معقولة يا جماعة المشروع ده كله يقف عشان أربعين ألف جنيه؟ عندك حق يا دكتور مش معقولة طبعا أربعين ألف جنيه ما هم صلع النبي؟ جبتيهم منين دولة كريمة؟ هاتون جايبانهم منين؟ من البنك؟ خدهم بقى بالمرجع في كلامي لا بص اللي كسرتها في العين السكر زائد فلوس البضاعة البايرة اللي في المحلات زائد الأربعين ألف اللي صحبتهم من البنك يساوي؟ يا لا وين؟ إيه ده؟ أنا عين وصيبان دي مش عين عدية دي عين جمل صباح الخير يا كريمة ألف مبروك مبروك على إيه عارفة؟ على الأربعين ألف جنيه اللي اتبرعت بهم لتدى فريدة أنا نفس أفهم واحدة راحت سحبت من البنك أربعين ألف جنيه هيتقال لها مبروك؟ ولا واحدوه؟ ما دايم من لواجه الله إله 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 الله قصي الفلوس دي يا كريمة انت عالكت بهم نفسك قبل ما تعيد تدى فريدة عارفة بلاش كلام الكيميا كفاية اللي أنا فيه قصيتي خلاص يا كريمة ما بقتيش بخيلة بقتي كريمة كريمة اسم على مسمى أيوة انت مجيحتي في أصعب امتحان مرتي بيه في حياتك أثبتت لنا وأثبت لنفسك انت أكرم مننا كلنا أنا؟ أيوة يا كريمة إحنا كلنا اتبرعتنا في صروف عادية لكني انت اتبرحتي بفلوسك رغم خسرتك الكبيرة في اتجارتك يا لا ما تفكرنيش أنا حاسة إن حالة المعنوية خلاص في حالة إزالة علش يا كريمة معلش يعني إن شاء الله ربنا هيعوضك والفلوس اللي انت قسفتيها دي اعتبريها رصيد ليكي في بنك ربنا إيه ده بنك ربنا؟ انت سمعت الكلمة دي فين؟ وأنا لما كنت سمعتها واقتنعت بيها وحبتها كنت روح تسحبت الوديعة لحالتي وتبرعت بيها لعلاجة تفريدة تعرف إن انت تستاهل إن أنا أحبك وإنت تستاهل إن احنا نقوم دلوقتي فوراً عن مازون ولا تحب نجيبه هنا يا أم دي لبري ما تتكوزني تكوئي أحسن لا يا عرفة لازم أتطمن على عمتي ونرجع بالسلامة من فرنسا نرجع؟ من اللي رجعه؟ أنا وعمتي انت ناوي تسافل معها ولا إيه؟ طبعاً ومنا سيبها الواحدها والواحدها ليه؟ ما هي معها جزء لا الأصول يبقى معها واحدة سينة عشان تخلي بالقى مجب أيوة كريمة بس الأصول دي هتكلف كتير قوي بجملة المصرية تدير وتعوك ربك يفك اهلا عليك شكا يا عرفت اهلا عليك إزا السحيات أتحرك لياك وانا قد تجاه اللي إيه؟ آه آه البطاعة اللي توزعت الأسبوع اللي فاته ولها رجعت اه؟ اه وفيه خسارة 7000 جنيه بس يا لعوي عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم في ناس بتلاقي سعادتها في الأخر وفي ناس بتلاقي سعادتها في العطاء وهم دول اللي هيساعدوا الدنيا وآخر أصلي فلوس دي يا كريمة أنت عليكت بهم نفسك قبل ما تعيدتها بريدة ما بقيتش بخيمة بقيت كريمة كريمة اسم على مسبق خلنا الله هتوحشوني أولاك وانت يا والله هتوحشيني أوي والله ما؟ خلي بالك من الصغير ده جبرول مش عايزة شقاوة لغاية ما أرجع قولي لهم هما أنا عن نفسي مش ناوي أعمل أي مشاكل أنت هتقولي عموما لله هتجي تقعد معاكم وهتقولي على كل حاجة يلا يلا يا أيمن هنتأخذ أبقى بينا واعطة مش عايزة شقاوة وانت ما تقعديش مع البوزك والسيب العياني هكذا بيس يومي هكذا بصت عياني هكذا عرفة لا إيه اللي جابك يا عرفة أنا مش قلت لك استريع والوقت هيوصلني بالعربية الجديدة لا يا كريم أنا مش جاة أوصلك وانت كمان مش هتسافر إيه اللي هيخليني ما سافرش إيه الدكتور الأمريكاني رجع بلدهم ولا المستشفى الفرنساوي أفل الضرافة في إيه يا عرفة ما تتكلم ده تفريدة تعيش بدي لا 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 احبت ايه إنها لها تباية حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله يا ربما وإبقاء الله وإبقاء الله جاء الله بفضل بفضل كريم ما شعرتك لما أعرف بأنه لا يعني من البيت أصعبك أ學ني أن الخطة التي أجعلناها أنا أحزة عليك ما كناش عمينا يا كريم يا سبحني يا عميدي وبتحبيني؟ بحبك ده أنت بنت يا كريمة اللي بشالتها شبطي بحبك يا عميدي بحبك يا رب اتجلنا ونعيمها اتجلنا ونعيمها يا رب